يعني مثلا في ناس حققت التارجت وفي ناس قلت عن التارجت وفي ناس حققت ارقام بالسالب لاحظ معي الشكل الاول لما كتبت الرقم بالموجة بظهر الوش ده باللون الاخضر ولما كتبت الرقم بالسالب ظهر الوش ده باللون الاحمر ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده في الاكسل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بيك يا شباب هنتعلم النهاردة مهارة مميازة جدا في الاكسل وهي ان احنا ازاي نحط اشكال وكمان نلون الاشكال دي وفقا للارقام اللي تم تحقيقها يلا بينا نشوف مع بعض اولا الرموز اللي احنا شفناها قبل كده في الفيديو اللي فات لو انت جيت بصيت معايا على زرار الويندوز مع الدات لو جيت دوست كده على الويندوز والدات هتظهر معاك الاشكال قدامك دي تقدر تختار منها اي اشكال انت عاوزها في اشكال كتير جدا جدا تقدر تستخدمها ايه مسلا لو استخدمنا اه الشكل ده ضغطنا عليه كده مرتين لاحظ معايا هاجي اخد الاشكال دي بناء على الارقام اللي هكتبها هنا طبعا الارقام دي ممكن تكون نتجة عن اه قاعدة اف ممكن تكون متاخدة من سيستم كوي بيست ممكن تكون اي ان كان فاكتب مسلا الف هكتب الفين هكتب مسلا سالب اه ربعمية هكتب زيرو هكتب مسلا حداشر وهبدأ اكرر الارقام دي اخدها وعايز اطبق عليها الفورماتينج ده طبعا مهارات مميزة جدا يا شباب زي ما انتم شايفين هاخد الداتا دي كده كوبي طبعا نلاحظ معايا خدتها كوبي ازاي ما قفتش على السل وخدتها كوبي لأ انا دخلت جوه السل علمت على الاشكال اللي موجودة وخدتها كنترول سي تمام بعد كده هعلم على الارقام اللي تمت حقيقة هدخل كنترول وان او كليك يمين فورمات سلز هنزل على حاجة اسمها هبتيجي ان انا امسح الجنرال اللي موجود ده طيب اولا عايزك تبقى عارف وشوفنا قبل كده برضو ان التلاتة سمي كولم دول بيمثلوا الارقام المجابة يعني اول خانة المفروض اللي هتبقى موجودة دلوقتي دي بتمثل ارقام المجابة لما هعمل سمي كولم او الفصلة اللي عليها نقطة وهيكتب هنا هيمثل ارقام السالبة ولما هياخد سمي كولم واللي هكتبه دلوقتي ده بيمثل السفر طيب فانا دلوقتي عاوز الارقام المجابة تظهر بالشكل اللي احنا اخدناه ده وباللون اللي اخضر هبدأ هشوف الاقواس اللي موجودة على حرف الجيم هضغط على حرف الجيم مرة واحدة وهبكتب بالانجليش جرين جرين وهقفل القوس بدال وهبدأ احط بيست ل او كنترول في للاشكال اللي انا اخدتها طيب اه طبعا انا عاوز شكل واحد بس مش عاوز شكلين فهمسح التاني او ااخده كت بعد كده ادوس على سمي كولم بعد كده هفتح اللي هو على الجيم واكتب رد واقفل بالدال وحط الشكل التاني وضغط على سمي كلم واكتب زيرو لو انا عايز السفر يظهر كسفر بكتبه سفر عايزه يظهر كشكل بحط الشكل مش عاوزه يظهر خالص بشيل اه الكلام او الرقم اللي موجود هنا بعد كده بقول له اوكي لاحز معايا جمال الجزئية دي في حياتة الريبورتنج والتقارير انت هتعمل حاجات جميلة جدا كمان تقدر تستخدم السيمبلز اللي موجودة لو دخلنا من قائمة على سيمبلز دخلنا في سيمبل في عندنا هنا من الفونت لو اخترنا الفونت اريال واخترنا هنا هتلاقي اشكال كتير جدا منها الاسهم الاب ارو الداون ارو هبتد ان انا ادوس عليه اهو هقول له مثلا انسرت وده كمان هقول له انسرت وهاخد المسلا الشكل ده ليه الزيرو هقول له انسرت برضي تمام باع كده هقول له كلوز بتادي اخدهم كده كابي هعلم على السيلز دي وهضغط كنترول وان نعلم عليه ونخش كنترول وان طبعا اه ده المفروض الفورماتنج اللي احنا كنا شغالين عليه قبل كده وده اللي احنا عملناه كاشكال يعني هتلاقي حاجات كتيرة جدا انا كنت بطبقها في الجزئية دي طيب هنجي هنا هنمسح طبعا هنفترض ان الاشكال اللي احنا كنا شغالين عليها موجودة فيه ان انا نمسح كل اللي موجود بحط الاب ارو الداون ارو هاخد دول كده كت كنترول اكس و سيمي كولم كنترول في بعد طبعا خلينا اخدهم تاني كنترول اكس و نعمل رد نقفل قوس كنترول في هناخد ده الدولية دي ونحطها هنا او كات ان بيست بعد كده اقول له اوكي تلاحظ معايا يا جماعة تطلع تقارير يمكن محدش غيرك ممكن يطلعها في الاكسل بالرسومات اللي موجودة وبالكلام ده طيب هل الالوان اللي موجودة هي بس لأ انت ممكن تقدر تخش على حاجة اسمها دي اه ويب سايد بطلعوا لك مايكروسوفت هتكتب كده في جوجل كولر كودينج وانا هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو عشان لو حابب تجيب الوان كتيرة جدا جدا واكواد للالوان كتيرة جدا جدا هتدي لك عليها مثال سريع يعني من ضمن الكولر كودينج ان انا مثلا لو جيت كتبت كلمة كولر وكتبت رقم مثلا تلاتين ده لون من ضمن الالوان اللي موجودة هو ده اللون اللي موجود اللي هو اللون النيبيتي طبعا وفقا لكل رقم بيبقى جنبه اللون بتاعه ويمكن كنا شوفنا مع بعض حاجة زي كده في الفيديوهات اللي فاتت طبعا الكلام ده خليك تطلع ريبروتات شكلها جميل هتحط الاشكال يعني ممكن تبقى الارقام موجودة في عمود والاشكال بتاعتها موجودة في عمود تاني يعني مثلا انا كان عندي هنا اول الف والالفين والكلام ده انا وجيت خطها حطيتها هنا بيست هخلي في العمود ده تظهر اه الارقام بشكل بشكلها العادي الطبيعي الفورمات بتاعها الجنرال حيستبقى الارقام ظهرة وفي العمود اللي جنب منها هيبقى ظاهر اه الفورماتينج طبعا لو انت حابب تعمل كده ده هيديلك اه اشكال جميلة جدا وانت بتشتغل او بتعمل التقارير بتاعتك طبعا الاسهم دي يمكن شوفناها في البورصة يمكن شوفناها في اماكن كتيرة اه ده كان الفيديو بتاعنا وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة